اشتركوا في القناة اهم التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وتبادل وجهة النظر حيال سبل تقوية الشراكة والتنسيق تجاه مختلف القضايا ومواجهة السياسات ايران ودعم امن جمهورية العراق وكافة التحديات التي تواجه دول المنطقة اضافة الى التباحث بشأن التحالف الاستراتيجي للشرق الاوسط وقد اكد معالي وزير الخارجية ان هذا الاجتماع يأتي ضمن المساعي المتواصلة لاجل استتاب الامن والسلام في المنطقة من خلال التعاون والعمل الجماعي الذي يقفل التغلب على كافة التحديات والتصدي لاي ممارسات يمكن ان تهدد امن المنطقة واستقرارها منوها معالي بسياسة الولايات المتحدة الامريكية والتزامها المقدر بالامن والسلم في الشرق الاوسط وحرصها على تعزيز اطر التعاون مع حلفائها